تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنية من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي بعظيم الفخر والاعتزاز يشريفني هذا اليوم الأغر أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم في الحرس الوطني أسماء آيات التهاني وأطيب التبريكات مقرونة بخالص الولاء والتقدير لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني الذي حظي بدعم جلالتكم ليكون عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوة الأمن العام في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه حيث نال الحرس الوطني الاهتمام والرعاية من لدن جلالتكم وأصبح بفضل قيادتكم وتوجهاتكم النيرة على درجة عالية من الكفاءة العسكرية والجهيزية القتالية ممتلكا الخبرة والتقنية المعاصرة التي تؤهل رجاله للقيام بواجبهم الوطني المقدس على أكمل وجه وأننا إذ نبارك لجلالتكم بهذه المناسبة العزيزة لنعاهد الله ثم جلالتكم أننا سنظل الأوفياء بما أقسمنا عليه مخلصين للوطن ومنفذين لتوجيهاتكم السديدة ومستعدين لبذل أغلى التضحيات في سبيل أمن الوطن واستقراره داعين الله أن يحفظ جلالتكم وأن يديمكم ذخرا للوطن وتفضلوا جلالتكم بقبول خالص التحية مقرونة بصادق الولاء والتقدير الفريق الركن محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة رئيس الحرس الوطني وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى برقية شكر جوابي إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو الأخ العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نبعث إلى سموكم بأصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية مع تقديرنا البالغ واعتزازنا بالتهنئة التي بعثتم إلينا بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني الذي يشكل مع قوة دفاع البحرين والأمن العام الدرع الواقي لمملكتنا الغالية والحصن المنيع لحماية مكتسبات هذا الوطن إننا نود أن نعرب عن اعتزازنا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه وحدات الحرس الوطني برئاستكم من جهزية عالية وتدريب رفيع واستعداد لتلبيد نداء الواجب بكل اقتدار وأننا إذ نبعث بتحياتنا وتبريكاتنا لكل الإخوة الأعزاء من سبيل حرس الوطني قادة وضباطا وأفرادا بهذه المناسبة لنسأل الله أن يوفقكم لخدمة أمن وطنكم وأهله ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية اهتيانية من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني هذا نصها محمد العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم باسمي ونيابة عن جميع منتسب الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني دعينا الله العلي القدير أن يعيد على سموكم هذه المناسبة الوطنية العزيزة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والعمر المديد شاكرين ومثمنين دعم سموكم المتواصل للحرس الوطني منذ تأسيسه الأمر الذي كان له أثرا طيبا فيما وصل إليه الحرس الوطني اليوم من تطور في الكفاءة العسكرية والغتالية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ودمتم يا صاحب السمو بعون الله سالمين ابنكم الفريق الركن محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو الإبن العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بالذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني كما نود أن نعرب لسموكم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة عن شكرنا وتقديرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا مؤكدين اعتزازنا ودعمنا لجهودكم المخلصة ودوركم الوطني الكبير تحقيقا لما فيه خير وتقدم وعزة بلدنا الغالي متمنين لسموكم ولجميع منتسب الحرس الوطني دوام التوفيق والسداد في أداء واجبكم الوطني النبيل والإسهام في مواصلة تعزيز وتطوير هذا الصرح العتيد سواء في الرجال أو العتاد للدود عن الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنية من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى العشرين تأسيس الحرس الوطني هذا نصها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم باسمي ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهانية والتبركات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني راجيا المولى عز وجل أن يعيد على سموكم هذه المناسبة الوطنية العزيزة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة معربين لسموكم عن عميق الشكر والاعتزاز لدعم سموكم المستمر والذي كان له الأثر العظيم في تقدم وتطور مستوى الجاهزية القتالية للحرس الوطني وذلك للذود عن حياض مملكتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأدمتم يا صاحب السمو بعون الله سالمين الفريق الركن محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو العم العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الشكر وعظيم الامتنان برقية سموكم الكريمة المهنئة بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني وإنني بهذه المناسبة يسعدني أن أعرب لسموكم ولكافة منتسبية الحرس الوطني عن خالص التهانية والتبريكات وأن أشيد بما تبدلونه سموكم من جهود كبيرة ومخلصة أسهمت في تطوير مستوى وجاهزية الحرس الوطني دعين الله العلي القدير أن يوفق جهود سموكم التي توالون بذلها في ظل القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلالة الوالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأدمتم سموكم بحفظ الله السالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة